من راديو المنسق الأخبار أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام إلى حضراتكم الشريط الإخباري لراديو المنسق نستهله بالعنوي طائرات من سلاح الجو تغير على أهداف لحماس الإرهابية رداً على إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية أحوال جوية عاصفة تشهدها المنطقة ويرجى من الجميع توخي الحيطة والحضر الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد مستمرة وتسهيلات مدنية لسكان غزة المسيحي تغييرات على ساعات عمل قاعات استقبال الجمهور في منطقة يهودة والسامرة حتى الثلاثين من الشهر الجاري انطلاق أعمال تنظيم مفترق يفيت شمالي أريحة الأخبار بالتفصيل أغارت طائرات من سلاح الجو الليلة الماضية على أهداف لحماس في قطاع غزة وذلك رداً على قيام إرهابيين مساء أمس بإطلاق قذيفة صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية اعترضتها منظومة القبة الحديدية يشار إلى أن منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال كاميلا بوروكون كان أعلن مطلع الأسبوع عن توسيع مسافة صيد الأسماك إلى 15 ميلاً بحرياً بعد أن كانت قلصة إثر اعتداء إرهابي سابق تشهد المنطقة أجواء شتوية عاصفة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية للحفاظ على سلامتكم وحياتكم يرجى التصرف بصورة سليمة وحذرة خاصة بما يتعلق بالسفر على الطرقات حيث يتوجب توخي أعلى درجات الحذر عند القيادة وهناك خشية من حدوث الفيضانات والسيول في الوديان وبسبب احتمال حدوث البرق والرعد من المفضل عدم التواجد في الأماكن المفتوحة تعمل قاعات استقبال الجمهور التابعة للإدارة المدنية في يهودة والسامرة حتى الثلاثين من الشهر الجاري على نحو محدود حيث ستتم الاستجابة للحالات الطبية الطارئة فقط وفيما يتعلق بمكتب التنسيق والارتباط ضواحي القدس ستكون مندوبية أبو ديس مغلقة وستقدم الخدمات فقط للحالات الطبية الطارئة في مندوبية قلنديا هذا الحال ينسحب أيضاً على مكتب التنسيق والارتباط إفرايم حيث ستكون مندوبية قلقيليا مغلقة على أن تقدم الخدمات في الحالات الطبية الطارئة من خلال مندوبية طول كرم اعتباراً من يوم الاثنين الفائت الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري تتم كفة الإجراءات المتعلقة بالبطاقات الذكية لسكان جنين في مركز الخدمات في معبر طول كرم ويذكر أن مركز الخدمات في معبر طول كرم يستقبل المراجعين من الأحد إلى الخميس بين الساعات الثامنة صباحاً والرابعة عصراً احتفلت الطوائف المسيحية التي تسير بحسب التقويم الغربي بعيد الميلاد المجيد وكالعادة في كل عام جرت احتفالات الميلاد في مدينة بيت لحم حيث شارك فيها عشرات الآلاف من المسيحيين الفلسطينيين ومن مسيحي إسرائيل والعالم كل عام وأنتم بخير لكل المحتفلين بعياد الميلاد المجيدة ونتأمل تكون سنة الجاي سنة خير وسلام عم على الجميع احنا الفلسطينيين اللي عايشين في هاي الأرض من أكتر الشعوب بحاجة للسلام فبنرفع صلاتنا في هذا اليوم أنه يعم السلام بين شعوب كل المنطقة حتى ولادنا وولاد الجميع يعيشوا بفرح بفرح الميلاد وأمل للميلاد وكل عام والجميع بألف خير وكان قائد مكتب التنسيق والارتباط بيت لحم وشي آفي وعدد من الضباط رفقوا مسؤولي بطراكية اللاتين من أورشليم القدس إلى بيت لحم في موكب احتفالي وذلك حرصا من الإدارة المدنية على حرية العبادة للفلسطينيين المسيحيين في عيدهم وقال موشي آفي في هذه المناسبة بيسم مكتب المناسك وإدارة المدنية ومكتب التنسيق والارتباط بيت لحم لتمنى إياد ميلاد مجيدة وقامت وحدة التنسيق بمنح تسهيلات لسكان غزة المسيحيين حيث سمحت للمئات منهم التوجه إلى الأماكن المقدسة في أورشليم القدس وبيت لحم للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد الأب إبراهيم فلتس عيد الميلاد وعيد السلام وعيد المحبة وعيد الأخياء فنتمنى للجميع عيد ميلاد مجيد عيد ميلاد ملء الحب والمحبة والسلام هذه أمنياتنا وهذه صلاتنا في هذه الليلة للمقدسة أن يتحقق السلام في كل العالم وخصوصا في الأراضي المقدسة وبهذه المناسبة السعيدة يتقدم راديو المنسق للمسيحيين المحتفلين بعيد الميلاد بحر التهاني بهذا العيد وكان الميجر جنرال كاميلة بوروكون منسق أعمال الحكومة في المناطق هنأ المسيحيين بعيد الميلاد وبالسنة الجديدة يتقدم بأجمل وأسمى التهاني والتبركات لجميع الطوائف المسيحية المحتفلة بأعياد الميلاد المجيدة وبالسنة الجديدة وكل عام والجميع بألف خير وكان طاقم المنسق زار أيضا مدينة حيفا التي احتفلت بعيد الأعياد وجال في أحياء المدينة التي تزينت بأحلى الأنوار احتفالا بعيد الحنكة الأنوار وعيد الميلاد المجيد واستمع إلى هذه الأصوات فأنا كرسة حالي سانتا كلاوس أدور لكل حياتي أدور أوزع الهدايا لنصف الشفيات للأولاد المحتاجين يعني هذا زلم يفاتح بيته لكل العالم حتى بالفرح هو بقدم حاله وبدعم حتى أهل الفرح بكل إشي وبيفتح بيته للناس ويقول الأهل بسهلة لأي واحد بيفوت عنده إن كان مسلم إن كان درز الكاري بيته كتير مكتوح قلبه كتير طيب وبالفعل هو الأساس هو أساس العيد عيد ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بألف خير تجري مديرية التنسيق والارتباط ضواحي القدس سلسلة من الحملات لرفع المنع الأمني خلال الأشهر القادمة وستقام في السابع من شهر يناير القادم في هذا الإطار حملة لرفع المنع الأمني عن سكان حزمة وجبع وستليها في الثالث عشر من نفس الشهر حملة أخرى ستشمل سكان مخيم قلنديا وكفرعقة يرجى من كل من يرغب بالحضور أن تكون بحوزته بطاقة الهوية الشخصية تصدير التوت الأرضي من قطاع غزة مستمر وقد تم مؤخرا نقل تسعة أطنان من الذهب الأحمر عبر مطار بنغوريون الدولي إلى إنجلترا ويشار في هذا السياق أن تصدير التوت الأرضي يتم بالتنسيق مع مديرية التنسيق والارتباط غزة والتي تواصل الجهود الحثيثة لدعم الاقتصاد الفلسطيني بغزة وخاصة فرع الزراعة بدأت مؤخرا أعمال تنظيم مفترق يفيد شمالية ريحة الذي يستخدمه ألاف السائقين الإسرائيليين والفلسطينيين يوميا وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث هذا المفترق الهام والتقليل من الخطر على سلامة السائقين من كلا الطرفين وسيستمر العمل في المكان الذي تنفذه شركة نيتيفي إسرائيل بموجب تخطيط وضعته الإدارة المدنية عدة أشهر وسيشمل إضافة جزر مرورية ومسارات للإسراع والإطاء ومسار خاص بالمنعطفين نحو اليسار زار طاقم المنسق مؤخرا مصنع إسرافوت في كارنيشو مرون الذي يعمل فيه أكثر من 30 فلسطينيا يصنعون منتجات ورقية مختلفة وبضمنها أوراق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية واستمعت الزميلة لأور إلى مدير المصنع موشي حوجة الذي قال إنه يقوم بتوظيف العمال من كلا الجانبين منذ يوم إنشاء المصنع ويأتي العمال الفلسطينيون من المدن والقرى المحيطة مثل قلقيليا وعزون والفندق وسرعة وغيرها وتسود علاقات طيبة وتعاون تام بين كافة العمال في المكان الزميلة لأور وطاقم المنسق استمعوا أيضا إلى عمال فلسطينيين في المكان أنا منيح ومتاز من نسل المنسان الشغل السبعة الصباح بروح ساعة أربعة شغل اللي مضيف يعني ما فيش فيه التعابل في وساقهم شغل جدا أنا جيت هون وكان عمري 17 سنين عشت أغلب حياتي في المصنع وفي هذا الشغل هذا الحمد لله العلاقة بيننا كويسة يعني هون كان يا ودو العرب إحنا دائما علاقتنا كويسة في بعض وما إنا في اللي بيصير بره يعني هكي اتفقنا إحنا من البداية دشنت بلدية الخليل مؤخرا حديقة ألعاب جديدة تقع بجوار حي السلايمة لرفاهية أطفال المدينة وتم إنجاز هذا المشروع بالتنسيق مع ضباط مكتب التنسيق والارتباط الخليل وبالتعاون مع سكان المدينة ويرجى من رواد هذه الحديقة الحفاظ عليها وعلى نظافتها لكي يتمتع الجميع بها الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة تهريب الطيور المحمية مستمرة وقد تم خلال ثلاثة أيام إحباط محاولتين لتهريب الطيور في معبر جسر ألمبي وألقي القبض على فلسطينيين حاولا تهريب 23 طائر حسون يحضر الاتجار بها دون الحصول على إذن بذلك غني عن الذكر أن تهريب هذه الطيور قد يشكل خطرا صحيا على الإنسان ويعتبر مخالفة للقانون كما وجرى مؤخرا في معبر طورة في منطقة جنين إحباط محاولة لتهريب سجائر بقيمة 15 ألف شكل كانت مخبأة داخل جرار إلى هنا انتهت نشرة الأخبار إلى اللقاء هل تعلم عزيز المستمع الكريم أن بحثاً إسرائيلياً جديداً جرى بالتعاون بين محة الهندسة الطبيقية التخنيوم وجامعة بار إيلان ونشر مؤخراً من شأنه تحقيق اختراقاً علمياً في معالجة مرض ألتسهايمر وهو مرض عضام يصيب الدماغ وهل تعلم أنه بفضل هذا البحث سيتمكن الأطباء من إيصال الدواء إلى الدماغ لمعالجة المرض إذ قام الباحثون بتطوير رقيقة إلكترونية دقيقة جداً تخادع الحاجز الدماغي الدموي الذي يحول دون دخول مواد كيموية من الدم إلى الدماغ مما يمكن الأطباء من إيصال الدواء إلى خلايا الدماغ وبالتالي معالجة المرض وهل تعلم عزيز المستمع الكريم أن مرض ألتسهايمر هو مرض عصبي يصيب خلايا الدماغ وقد يؤدي إلى وفاة المريض وأن الرقيقة التي تم تطويرها ستفرز الدواء عند وصولها إلى الخلايا المصابة من أجل علاجها وهل تعلم أن مرض ألتسهايمر يسبب الخرف لدى المصابين وأن من أعراضه فقدان الذاكرة ومشاكل في النطق والحركة وأخرى مع هذه البشرى نتمنى الصحة والسلامة للجميع اشتركوا في القناة